السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اعزائي المشاهدين رقم من الارقام هو رقم 5000 وايه علاقته بقرب زوال الابتلاء اللي فيه الرائي في الواقع وهنقول بان اي حد في الواقع مصاب بابتلاء شديد جدا ايا كان ايه هو وشاف رقم 5000 في المنام بتفاصيل معينة هتكون لها علاقة بالابتلاء اللي هو فيه في الواقع فالرؤية ان شاء الله هنا هتكون دلالة للرائي على قرب زوال الابتلاء اللي هو فيه وكمان هتكون الرؤية بشرة ليه بزوال ابتلاءه في الواقع وان الله سبحانه وتعالى باعت للرائي رساله بيقوله فيها اصبر لان فرغ الله قريب يعني بالتالي هنقول ان كان اي حد في الواقع شايف ان هو مصحور وحاله واقف في اي شيء بسبب السحر اللي معموله وشاف بقى ان فيه حد في الرؤية بيعطي ليه اموال قمتها 5000 ايا كانت ايه هي العملة على حسب دولة الرائي وقال الرائي الاموال دي علشان تشتري بيهم الدواء فكده هنا هتكون الرؤية دي دلالة للرائي وبشرة ليه ان من الله سبحانه وتعالى على انه اقترب زوال السحر اللي واقع عليه بفضل الله سبحانه وتعالى وان الرائي مطلوب منه انه هو يصبر لحد ما يأتي امر الله وانه كمان يتطمن لما يشوف الرؤية دي بانه اقترب زوال الدرر او السحر اللي هو واقع عليه في الواقع وكمان الرؤية دي دلالة للرائي ان الله هينصره على الناس اللي عملت فيه كده وكمان دلالة للرأي ان الله سبحانه وتعالى هينتقم للرأي من اللي عملوا ليه السحر وان السحر هينقلب عليهم والله سبحانه وتعالى قدروا اعلم واسعد الله دائما منامكم طيب هنقول كمان ان كان الرأي في الواقع انسان مديون وعيش في ضيق بسبب هذا الدين وكان في الواقع فيه ناس اصدى ان هو يتعثر ماليا وتوقعوا في الديون من قطر حجدهم عليه وشاف بقى رؤية في المنام ان هو بيتشجر او حتى بيقاتل الديانة اللي عليه داخل الرؤية وكان معاه خمس تلاف واحد بيقتله معاه او بيسندوه وانتصر على الديانة داخل الرؤية فهنا الرؤية دي هتكون دلالة ليه على ان الفترة المقبلة ان شاء الله سبحانه وتعالى ربنا هيرسل له العون والمساعدة والاموال وهيفتح ليه ابواب الرزق كلها حتى يصبح معاه ما يسد به دينه وانه ان شاء الله في القريب هيسد دينه وينتصر على خصومه اللي هما في الواقع طبعا الديانة وكمان ان الناس اللي كانت اصدى في الواقع تأذيه واللي كان السبب في تعصره مديا ربنا هينتقم منهم وهيصبهم الفقر والدين زي ما عملوا فيه الرائب الضبط في الواقع وكمان الرؤية دي دلالة ليه ان هو يتطمن ان هو اقترب معاه تسداد ديونه والفرج من عند ربنا والخروج من الدي والهم اللي هو عايش فيهم والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم واسعد الله دائما منامكم واشكركم على حسن استماعكم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة